تسعون يوما لكسر عادات الإباحية هذه الخطة يمكن تنفيذها في التسعين يوما القادمة لكسر العادات الإباحية السيئة والتحرر منها ولكن كيف هذا؟ من خلال النقاط التالية أولا استعن بالله ولا تعجز استعانتك بالله وتسليم أمرك إليه هي أهم نقطة في التعافي فهو خالقك وهو الشافي وهو المعين وهو الرحيم الودود فتوكل عليه وثق بأنه القادر على تغييرك إذا أخذت بالأسباب فتقرب منه وعد إليه يفتح لك كل باب مغلق ويقربك منه سبحانه وتعالى ثانيا كون مسارات جديدة إن الشخص يحتاج إلى بناء عادات جديدة وإيجابية في حياته ومع مرور الوقت وبعد بناء عادات جديدة وإيجابية وتجاهل مسارات استخدام الإباحية فإن الرغبة الشديدة في الإباحية والخواطر المستمرة للفكر الجنسي سوف تقل وستضعف قوة الرغبة في العودة لها من جديد ثالثا استيقظ لحظات من الوضوح بشأن المواد الإباحية والعثور على دافع أو عدة دوافع لتركها ثم التمسك بها هي الخطوة الأولى للهروب من الإباحية رابعا حدد أهدافك كل خطة عمل تحتاج إلى نقطة بداية وتحتاج إلى مهام لإكمال طول الطريق والشخص الذي عقد العزم على الهروب من فخ الإباحية في حاجة إلى وضع أهداف ورسم خطة للتحرر من الإباحية خامسا لا تستسلم للفشل تجنب الإغراء والمثيرات بكل ما أوتيت من قوة وإذا انتكست عد إلى خطة التسعين يوما ولا تستسلم لليأس سادسا تعرف على الطريق إن اليوم الرابع عشر هو هدفنا القريب وهو أصعبها فإذا مر عليك الأيام الأربعة عشر الأولى فإن الأمور ستكون أسهل بعد ذلك وبعد ثلاثين يوما سوف يبدأ الفرد بالشعور بمزيد من الثقة وعندها سيمكنك إكمال التسعين يوما وتحقق الهدف سابعا نظف منزلك نظف بيتك من أي صور أو فيديوهات أو قنوات تثيرك وتحفزك على الانتكاس ثامنا نظف جهاز الكمبيوتر والهاتف العديد من المعالجين يتفقون على أن برنامج المساءلة عبر الإنترنت هو واحد من أكثر الطرق فعالية للأشخاص لحماية أنفسهم أو أحبائهم على الإنترنت المساءلة عبر الإنترنت تتم عبر برنامج مدفوع يراقب الشخص المسجل بياناته ويسلم تقريرا إلى صديق موثوق به وهي تشجع الشخص على التفكير قبل النقر على أي محتوى إباحي وبذلك يتجنب الإغراءات فيبني قوة الإرادة وصنع القرار في قشرة الفص الأمامي للدماغ ولكن عليك أن تعلم أن مراقبتك لله هي الأصل قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا وقال ألم يعلم بأن الله يرى ولكن مع ضعف النفس في بداية الرحلة قد نحتاج لدعم ورقابة خارجية تاسعا كون عادات جديدة ومسارات جديدة بمكافآت من الدبامين إنك تحتاج إلى إدخال عادات جديدة وإيجابية ويجب أن تكون مجزية ومسلية عاشرا نق فكرك لا تستعد الذكريات الإباحية والتخيلات الجنسية فإن هذا يمكنه أن يبقي تلك الممرات العصبية الإباحية متدفقة أحد عشر عالج آلام الماضي عليك أن تضع ماضيك خلفك قبل أن تتمكن من المضي قدما للأمام وإلقاء اللوم على الآخرين وتجنب المسئولية عند استخدام الإباحية أو إدمان الجنس لن يساعد الشخص على التحسن كي يصير إنسانا جيدا اثنى عشر كن يقظا الطريق إلى التعافي من الإباحية كمباراة ملاكمة من الوزن الثقيل فالملاكم يحتفظ بقفازاته عالية حتى يحمي وجهه توقفك عن اليقظة يمكن عادات الإدمان من أن تعود بسهولة إلى الحياة مرة أخرى وتسيطر ثلاثة عشر فكر إيجابيا ركز على نقاط القوة بدلا من نقاط الضعف وعلى التفاؤل بدلا من التشاؤم فإن هذا له أثر مضاعف وسيساعدك على مواجهة الأوضاع التي تسبب لك مشاكل أربعة عشر ماذا لو انتكست؟ إنك إذا انتكست ستبدأ العد من جديد ولكنك ستحتفظ برصيد النقاط التي أحرزتها من تقدمك السابق فمكاسبك عديدة بعد التعافي خمسة عشر كن إنسانا جديدا إن الرجال والنساء الذين يبدؤون في كسر العادات الإباحية لمدة تسعين يوما كهدف أولي على أمل الاستمرار مدى الحياة واعلم أنه قد تبقى المسارات العقلية القديمة ولكن يمكن تجاهلها بالعادات الإيجابية الجديدة وختاما فإن كل شخص قادر على أن يصنع له رحلة فريدة من نوعها يتحرر بعدها من رق الإباحية